حصل هذا التعلق وفي فتاة أو في شاب متعلق بشخص ولم يحصل على ما حصل الشيء جواز ممكن يبقى حب من طرف واحد ممكن يبقى قصف حب في شيء والنصيب ربنا مش كده والنصيب ربنا مش عايزه بالضبط كده هل ده لي علاج نفسي؟ هل ده لي خطوات علمية مدروسة؟ مش هاد حك عليها هل لي شكل أشكال؟ على حسب درجة التعلق وفي اللقاء كنت قريب بقول أن التعلق درجات هو تعود وإدمان وعبادة أنت في أي درجة منهم أنت مجرد أن أنت تعودت فتعلقت فخدت على وجود الشخص ده فلما بيغيب عليك كم ساعة بيغيب عليك كم يوم فأنت مدايق أمتضرر إذن رقم واحد في رشدة التعافي من هذا التعلق أتبصر نفسي كويس جدا فيه آية عظيمة ربنا بقولك أفل أتبصرون أشوف نفسي أكتشف نفسي هو أنا مدايق ليه؟ أنا أقول لي مزعلني كده هي فرقة في حياتي ليه؟ هي ليه غيابها بدايقني؟ هي ليه لما وصلتني منها ميسج مش مصلتني منها مكلمة ما بتكلمنيش بقالها كم يوم أنا تعبان أنا مخنوق إذن أنا هنا متضرر إذن أنا متعلق هل الناس اللي بتقدس أوي فكرة العلاقات عمتا هي مهمة أنا بقولش لأ بس يعني هل دول ناس تبقى شوية ما عندهمش حاجات تانية في حياتهم يعملوها؟ يعني أنا النهار دا لمنحيتي كلها تقف عشان حاجة مرتك بتجربة التعلق قبل كده؟ الحمد لله لا ربنا ما اكتبوش عليك لأن أنت أول ما ابتديتي لحالة قلتي إيه؟ أنا عايز أعرف الناس دي بتحس بإيه؟ نعم مش عايزة فأنا قلت يا ربي ما اكتبوش عليكي؟ لأن هو فعلا أغلب المشاكل النفسية بسببها التعلق التعلق بفكرة التعلق بوظيفة التعلق بحلم التعلق بأم التعلق بالإنجاب ممكن يبقى زوجين بقالهم يعني 15 سنة يفسهم يجيبوا طفل التعلق بالفكرة فأنت فكر إن دا رزق طيب الإنسان اللي ربنا ما كتبوش لي أوكي دا رزق برضو ربنا مش عايزه ليك ما أنت ممكن تقعد تلحي على الله تقول يا رب أنا عايز دي هيا دي يا رب أنا حموت لو أخدتهاش يا رب كعلى من نصيبي يا رب تسيب خاطبها وترجعلي تسيب جوزها وترجعلي بوست على فيسبوك يا رب لو مش من نصيبي خليه من نصيق يعني طيب افرد ربنا استجاب خلاص مش إتت اللي قلت مش إتت اللي ألحيت على الله ما هو ربنا بيقولك وعسى أن تحبوا شيء وشرون لكم فأنا يا عبدي مش عايز دا أنا مش عايز لك الشر دا بس أنت مصمم ومصر وخلاص استجابنا له خلاص استجابت لك الدعوة متجيش تقول ليه يا رب عملت فيه كده لا إله إلا الله هي المشكلة في صدق القلب أنت قلبك بيقولك إيه عايز السكة دي طب ما يجي عالك يديك بقى على دماغك يقولك تعالى أنت متقلم أنت تعبان الشخص دا غلط السكة اللي أنت ماشي فيها غلط هو أنت أول ما تحس أن أنت مستهلك أول ما تحس أن ابتدى يشيب قلبك لأن هنا احنا بنحس أن احنا مسنين جدا من جوانا فتيجي تكلم شاب لست في التلاتين أو في العشرينات أقول له لست قدامني لست قدامني يا أستاذة أنا حسس أن أنا عندي ستين سبعين سنة دي أهلكتني دي استهلكتني أنا بقيتش مستحمل طب يعني هنا الفصل ما بين القلب والعقل أنت حطيت إيدك على نقطة مهمة جدا أكيد إزاي بقى الواحد يعمل الكلام سهل في الموقف اللي زي دي عظيم ربنا ما يجيب حد في موقف زي ده أبدا طبعا يا رب أغلب المنتحرين قبل ما بيفكروا في الانتحار هو كان متعلق بشيء كتير متعشم في حد كتير العقل فين بقى العقل فين ما فيش وعي أنا بقى إزاي أفصل ما بين القلب إزاي لأن أنت يعني أنا شفت أصدقاء كتا بتكلم جسد بلا روح بالزبط بتكلم شخص بالزبط هو مش معاك يعني هو لو مدمن ما بيتحطوش هيبقى أكثر وعيا بالزبط فهو لا أنت بتكلمه هو فعلا مش حاسس وفي منهم اللي بيكتائبوا اللي بيخش أطوار مش حيدفع روح يتولدوا من جديد عشان أقول لك هم يتولدوا ويدخلوا بطن مامتهم يتولدوا من جديد عشان نعلمهم ثقافة تقبل الألم إن أنا أتقبل إن مش كل حاجة أنا بتمناها إحنا أهلين يعلمونا كده ليس كل ما يتمناه المرء يدركه بس إنت تبقى متأكد جدا إن أنت عندك يقين إن الله قادر هي الفكرة إن ربنا عايز دولة مش عايز أو إنها معركة إن تخسرت فيها فخلاص شو بقى المعارك التالي المفروض إن أي إنسان في الدنيا يكون له مستشار عاطفي ويكون له حد زو حكمة مش لازم يكون حد من أهلك مش لازم يكون حد من أصدقاء أكروح لحد حيادي يتكلم مع حد أنت عندك يقين إن هو هيكلمك بعين العقل بس تهي الفكرة أنا بقى هاقتنع ولا أنا منشف دماغي على فلان إن هي دي مصيري هو ده مصيري معلش يا بنتي الحلال يا بنتي الحلال ده بهدلك يا بنتي الحلال ده أنت كان نفسك في الخاتب الفلاني وكان معاه حق الخاتب الفلاني ما جابه الكيش ده استخسر فيه كيك وبيت العصير أنت اللي حسبتي وانت قاعدة في الكافي ففي علامات بستي تغافل الإشارات الربانية وتجاهل رسائل ربنا لأنه ربنا مش بيسيب لنا كده دنيا ساد أحمد حوال ربنا بيحط قدامنا إشارات إحنا كبني أدمين عندنا شوية عند وعندنا تعنت ومكبرة إحنا اللي بنحاول عندي رفض إن أنا أطرفات يعني ممكن لي بعنزي رفض إن أنا أطرفات